موسيقى موسيقى صحية نضالية من داخل إطارنا العتاد نساقية الوطنية بالأساس الذي نفرد عليهم التعاقد وفاء اللي خطينا النضالي تأتي هذه الوقفة من أجل الحديث عن مجموعة من الأشياء التي مررت من بينها مثلا التفاق المرحلية ليلة أمس والذي وقع مع وزارة التربية الوطنية وتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية أعتبر أن هذا الاتفاق هذا ردة وربما خيانة لماذا؟ لأن النقابات حاولت ما أمكن إقبار مجموعة من الملفات الشغيلة التعليمية دائما كما قلت سيرا على درب الشهيد وكذلك استمرارا لخطينا النضالي فإننا جئنا هنا أمام المركز الجيهوي لدرب غلف من أجل الدفاع عن حقنا المشروع وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية نقول كفانا من الهجوم على حقوقنا التي كما قلنا التي ناضلنا من أجلها وناضل من أجلها عدد كبير من رجال تعليم أولا أن نندد ونودين كل اعتقالات والتمكيل والضرب والقمع التي تعرضوا لأساسات جهة الشرق على مستوى اعتصام جهة الشرق يوم أمس الكل يعلم بأن هنا كان بيان ختام الداعي الإضراب وطني مدة أسبوع من يوم الاثنين إلى يوم السبس بالموازات مع تجسيد أشكال نظالية محلية واجهة أولي يوم أمس كان الشكل المحلي على المساوى قليم النواصر كانت أشكال محلي على مستوى مجموعة المديرية على مستوى جهة ضربة الإستاط واليوم كان وقفة جهة على مستوى مركز الغلف علش درت على مستوى مركز الغلف لأنه غير سليمة بحكم أنه تم إغلاق الداخلية في وجههم في حن الداخلية هنا تتعطي طالبة دير كلية الطب اللي ما معنيينش بتكون على مستوى أساسي دال المتدربين وفي حين تتخلي الأستاد معاك متدرب على مستوى مركز غاندي ومركز دبغالي وفتتعطي الطالب الطب هذه نقطة النقطة الثانية نقول بأنه اليوم جميع شغيلة تعليمية تتعرض الخيانة جميع شغيلة تعليمية تتعرض الضرب أو فرض مخطات خريبة على مستوى مدرسة العمومية على مستوى كل مكتسبة الحقات منذ منذ الاستقال إلى حد الآن حنا إلى حد الآن المخطات اللي تدرب فينا والتعاقد حنا قدين به هذه نقطة فيكون تندعي الأساسي دين نظامين لتحقق بالرقب رمشي أنه باش يساعدونا أه باش نديروا وحدا وباش نديروا وحد تكتول وباش نديروا وحد تنصيق على مستوى الميدان لأننا نعرف بأن الشارع رمشي يضرب الشارع هو الكافية الوحيد أنه يحقلك المطلب كل ميدان تحرك الصبار النقطة الثانية اللي خلس نسيرو لها بأنه للأساب الشديد الشغيل التعليمي الأساسي دين مرسمين غايبين على الميدان وحات انتقال كامل على مستوى الإطارات وليوم أمس توقيع منذ يوم من التوقيع مع بنموصر الحكومة تحتحت حات المخططة تعاقدين بأنه حال الوقت أنهم يضمون لنا على الأقل نضمون لنا الميدان نكونوا كتلة واحدة لتصداد المخططات المدرسة العمومية كذلك تتعاني من اكتداد أرى تصور معي القسم تيوصل 55 تلميت في القسم كيفش غايقره تلميت كيفش غايقره في التانية باكالوريا أو السنة أولى باكالوريا لهذا نناشد كذلك الأسر أنه تعب بخطورة هذه المسألة قطع التعليم قطع التعليم روطي ربي الكجير كامل بأكمله تواعيه تعرف بالمطالب دياله تعرف الحقوق والواجبات فين تتضرب قطع التعليم ارى تتضرب أسر المغربية كاملة وتتجعلها أنه تمشي تدي لإبن دياله قطع الخاص اللي تتسنزف الجيوب ديال المغاربة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في لاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش الديروجام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي